السلام عليكم. بداية نشوف ازاي اضيف الترجمة للفيديو على اليوتيوب. الفيديو بتاعك هتدخل على ستوديو يوتيوب الترجمة. وهتيجي هنا. هتقول له انشاء انه سخطيبك الاصل وتعديلها. تمام? بيقول لك هيقدي الاستبدال مقاطع الترجمة. اقول لهم طبع. هو وقت ما تك هيبدأ ياخد الصوت ويبدأ ان هو يكتب لي التكست دوت. تمام? خلي بالك ان انت تراجع الكلام لان ساعات الكلام بيبقى في حاجات غلط. فالترجمة كلها تعتمد على الكلام العرافي. بعد كده هتقول له اضافة لغة. هنضيف مسلا الاسباني. ديف اللغات المهمة بالنسبة لك. يعني هو بيقول لك الناس اللي بزور موقع بتاعك انجليزي الماني هندي. تمام? توركي مسلا. فهتبدأ تضيف الحاجة اللي انت عايزة. هتقول له اضافة لغة. وتبدأ تختار. الانجليزية مسلا والالمانية. اه. تمام? مش هستفق كتير لو ضفت بقية اللغات ديت. لانه قليل الاول اللي بيزور الموقع بتاعك من اللغات ديت. فهتقول له الانجليزية. هو اوتوماتيك هيترجم. عند اختيار اللي هو الترجمة التركائية. عندما بتعملت اللغة الاصلية. الترجمة بتاعته هو يبدأ ان هو يترجم. تمام? اهو. هتيجي هنا الاسبانية. وهقول له ترجمة تلقائية. تحميل ملف يكون انت عندك الملف دوت. بس هو بيومتع بان انت كل شوية تزبط من الثانية كزا للثانية كزا بيقول كزا. فده بياخد وقت. تمام? كده اي حد بعمسر هيلاقي اللغة بس في نقطة احنا لسه ما عملهاش. الا وهي. العنوان. هو لما يجي دور العنوان هيلاقي العنوان بالعربي. وده بالصح. فانت لازم تترجم العنوان. بقى هتخش على جوجل ترانزليت. وتاخد الترجمة. يعني مسلا الانجليزية اهو. هتاخد اسم الفيديو. اهو. وتروح لجوجل ترانزليت وتاخد الحاجة وتبدأ ان انت اضحطها هنا. انا اضحطها وهو مسلا. احظ حلو ان هو الاسم اصلا مكتوب بالانجليزي. بس لو هو مش مكتوب هتروح جوجل ترانزليت وترجم. او اي هم ترجم عندك. او لو انت عارف ترجمتها. اكتبها. بس خلاص ايه بقت حاجة واحدة. برضو نفس الفكرة اسباني والماني. انا مش عارف فهدخل على الترجمة. هتقول له انا عايز الاسبانيش وتبدأ تاخد الترجمة الاسباني. وتروح له هنا وتبدأ ان انت تتحطه. كده هتلقى معك في مهارك البحث. كده عدد زوار هيزيده. كده القناة تحتك هيحصل لها اتشور.